اشتركوا في القناة وعادت إلى الوراء عقب ما كام به قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي لتفكد البلاد المجتمع الدولي ومكتسبات الثورة الكليلة التي اكتسبها بعد سقوط المخلوع ليتحول الابتهاج والفخر والعطف إلى النفور والتحاشي والابتعاد إقليميا ودوليا ازداد الفقراء فقرا حتى كثرت أعداد المعدمين منهم الباحثين عن قوتل يسد رمك الأطفال الجوعة فيما تدهورت الأوضاع الصحية ليتفرق دم دور المؤسسات الصحية بين الإغلاق بالإضراب والعوز والحاجة وعدم توفر مطلوبات أداء الخدمة كحال التعليم الذي تحولت فيه شموع النور إلى ظلام دامس غارق في محيط الجهل والأمية الأوضاع ما عادت تحتمل لتزداد سوءا كل يوم في ظل غياب استشعار المسؤولية الوطنية التي تحتم على الجميع أن نزول إلى رفعة الوطن من أجل إنسانه وكرامته ومكانته بين الأمم الوقت يمضي والتشاكس لا يقود إلا إلى الهلاك الذي بدأ التلوح في الأفق نذره فهل يعتبر الجميع في سبيل العودة إلى التحول الديمقراطي الذي يوقف النزيف والتدهور لتعود الأحلام والآمال لبناء وطن الغد المأمول وكيف تطعاطى القوى السياسية مع الخطوة أي التسوية السياسية أهلا بكم أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من دائرة الحدث التي عنوانها كما يظهر أسفل الشاشة بالتسوية السياسية مستقبل الحرية والتغيير دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة على يميني أرحب بأمين نصر الدين حمزة القيادة بمبنوعة التوافق الوطني أهلا وسهلا بك أهلا بك وأهلا بالمشاهد الكريم يمتد ترحابي أيضا إلى عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بازرع علي العمد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أرحب أيضا بالناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل الباش مهندس عادل خلف الله أهلا بك أهلا بك أهلا بك دعني أبدأ معك أستاذ بازرع علي العمد تباينت المواقف داخل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بخصوص التسوية السياسية التي بدأ الحديث عنها بصورة قوية في الأيام الماضية كما تتابعون لماذا يعني ظهرت التباينات داخل الحرية والتغيير رغم أنها سعت أكثر من مرة لخلق عملية سياسية تقود إلى اتفاق سياسي وضعت لها آليات ثلاث للوصول إلى تحقيقها أهلا بك أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الاترام أهلا بك ومرحب بالباش مهندس عادل خلف الله والأستاذ أمين نصر الدين أنا ما أفتكر في تباين يعني بين قوى الحرية والتغيير على الأقل في المجلس المركزي وهو خلافات حول السقف بتاع هي في النهاية طبعا لا بد من عملية سياسية يعني يعني أي أن كانت الضغط من الشارع والتضحيات والهناي في النهاية لا بد أن تكون في عملية سياسية وعملية سياسية عندها أدواتها طبعا السياسة ذاتها عندها أدواتها وهو الحلول الوساطة التنازلات المساومات كل المسائل الزيدي بتكون موجودة فلما تكون في عملية سياسية بيكون الخلاف حول السقف بتاع المطالب يعني في بعض القوى بتفتكر أنه الناس ممكن وضع سقف عالي وبتفتكر أنه ممكن يحققه باحتبار أنه تحقيق لأكبر مكاسب ممكنة للشارع للشعب السوداني فوبروا أنه أحيانا في قوة بصقف مطالب أقل هل هذا ما يحدث داخل الحرية والتغيير لا ده تباينات أنا أتكلم لك عن أنه في إطار القوى الواحدة لكن في إطار الحرية والتغيير أنا أفتكر يعني المجلس المركزي تم مأسي إنجاز الدستور الانتقالي وده تم قبوله يعني وسط الحرية التم بمبادرة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ده أسيل يعني بالنسبة للمجلس المركزي حولوا توافق طبعا يعني ما في خلافات صحيح في بعض الملاحظات ومفروض يجاز كمشروع بشكل حول مخترحة بشكل نهاي لكن تغريبا في يعني شفه توافق داخل المجلس المركزي طيب شفه التوافق سيد بازر على ذلك الزمن اسمح لي حتى نكون مباشرين من أين جاء الخلاف وما هي أسبابه وأبرز النقاط التي فيه لما هو طبعا أي وسيقة تقدم سياسية لتحالف أصلا بضم قوة متباينة سياسيا وفكريا وغيره بيحصل حولها طبعا بالتأكيد حتكون مش أنا ما بقول خلافات لكن بتكون اختلافات أو تباينات حول رؤيتهم للوسائق التي تقدم صحيح الناس متفقلينه مثلا زي الدستور الانتقالي دايرين دستور ديمقراطي دستور يفصل بين السلطات دستور يعني يعني يكون يعني ابن هياكل بتاعة سلطة مدنية دايرين يعني هو دي الاتجاه تتحدث عن الدستور راح تتحدث عن التسوية السياسية التي حدثت والتي معها بدأت هذه الاختلافات والخلافات الواضحة والجلية تحدثت حول هذه النقطة لا لا ما هو السينتة والتسوية دي دي تسريبات أصلا لكن ما في ما في أس هي تسوية تمت بشكل النهاية أنا بقول لك إنه صحيح من ناحية سياسية حتى تتم في النهاية تسوية أنا بقول بسميها عملية سياسية اللي بتاع التفاوض ورصول لحل وكده طيب وكد ما في تسوية أدوات السياسة لكن كم بتوظون بتحالف قوال إجماع الوطني والبيانة الأصدر البيانة الأصدر قوال إجماعنا اطلحت عليه وما شايف فيه حاجة وضعوا أسس لكيفية إنه حل سياسي ممكن يقبلوا به اللي هو من نجحة نظرهم بعبر عن آراء الشارع ومطالب الشعب السوداني يعني دي المسألة الحاجة الأجات في البيان بتاعه يعني إحنا ما نحاولنا يعني زي ما بقولوا شنو نعم ننظر له بالحكاية بتاعه ننظر دائما للنصف الفارق من الكوب يعني وكده فيه جزء مليان يعني فيه جزء أنا بافتكر ما حيكون فيه خلاف حوله يعني مع بقية القوى السياسية حتى في المجلس المركزي نعم ما حيكون فيه خلافات صحيح في بعض النقاط حيكون فيها شكل بتاع حوار وتفاوض وغير وكده للوصول اللي حددنا منها لكن في النهاية أنت أي تحالف يعني سوى كان الإجماع الوطني أو نداء السودان أو أي كتلة مع بعض كانت منسجمة في إطار تحالف واحد في النهاية هي يعني رؤيتها ما حتكون لأنه ما في جهة بتلقى حد الأعلى يعني منها أصلا التحالفات اللي بتقومها للحد طيب أسمح لي أستاذ بازرعة أن ننتقل مباشرة إلى باش مهندس عادل خلاف الله يعني التحالف كوى الإجماع الوطني أصدر بيان أمس أعلن فيه يعني موقف الرافض للتسوية السياسية التي لم يعلن عنها حتى الآن كما تتابعون وطرح أيضا مبادرة لإنشاء كتلة من قوى الثورة لمناهضة تجراءات البرهان يعني ماذا هذا الرفض ولماذا قمتم بإعلانه وهذه التسوية حتى الآن لم تخرج للنور ولم تعلن عنها كوى الحرية والتغيير بشكل واضح أنا أجدد الترحيل أهلا بك سودانيا 24 ودائرة الحدث والضيفين الأخوين العزيزين وتحية خاصة لشعبنا وهو يتنسم ذكرى انتفاطه العظيمة في أكتوبر 64 واللي بيتشكل هي ذاته مدخل الإجابة على السؤال بيان الإجماع الوطني باعتبار الإجماع الوطني هي الكتلة الأولى والرئيسية في بلورة المعارضة السودانية الوطنية التي كانت مناهضة للإنغاز نعم ودعي لإسقاطها عبر الانتفاض الشعبي وبعدها اتسعت بعمل مكونات أخرى شكلت قوى الحرية والتغير البيان هو جاء مع تدفق إعلامي كسيف جدا عن مشروع مقدم من دوائر إغليمية ودولية للخروج من المأزغ أدخل فيه إنقلاب 25 أكتوبر البلاد وعلى هذا الأساس البيان جاي في سياغه الطبيعي وامتداد لموقف الإجماع الوطني المتشكل من 2011 ويتعمق في إطار تحالف أوسح وقوى الحرية والتغير في يناير 2019 وظل ده موقف قوى الحرية موقف قوى الإجماع الوطني وردت إشارة لك وصحاها أستاذ بازرعة الحديث عن إنه في تسوية حدست ما في تسوية ولم تطرح حتى الآن داخل أرغة قوى الحرية والتغير أطروحة التسوية ما تزال قوى الحرية والتغير وحزب البحث العابي الاشتراكي كواحد من مكونات الإجماع الوطني والحرية والتغير متمسكين بالأساس إنه لا مخرج من الأزمة الوطنية العمغة إنغلاب 25 أكتوبر إلا بإسقاطه عبر الإرادة الشعبية بالإضراب السياسي والإعسيان المدني التطرح أوسع جبخة تتوسع قوى الحرية والتغير نفسها أو تكون أحد مكوناتها لإدارة توفير شروط إعلان إضراف سياسي وإسيان المدني طيب أنت تنفي أن هناك أي جهود أو أي خطوات في إطار عملية تسوية نعم ليست هناك أي جهود طيب كيف تنظر إلى التصريحات المنسوبة لأعضاء في الحرية والتغير كانت موجودة اليوم في صحيفة الصيحة تقول أن الاتفاق أصبح جاهزا وترادت عليه جميع الأطراف وهناك نفي من كبلكم هذه الأنباء ليست جديدة وراجت بشكل واس يعني ما هي حقيقة الأمر هي الحديث عن تسوية ورد من مصدرين الأول تصريح منسوب للآلية الربعية والمصدر الآخر هو كان غايد الإنقلاب في كدباس والإثنين لا يعبروا عن قوى الحرية والتغيير وقوى الحرية والتغيير ليست ملزمة بما يصدر عن أي جهة أخرى كما حزب البحث العربي لم تجلسوا مع العساكر حتى الآن لم تطرح أي تصور لما يطلق عليه إعلاميا الآن تسوية لكن في تاريخ التجربة البطنية السودانية التسوية عندها تجربة تجربتها كلها كل الفشل بدأ من أوسع تجربة تمت مع نظام نميري في 78 قبل أن ننتقل إلى أمين نصر الدين ألم تجلسوا مع العساكر حتى الآن للوصول إلى تصوية ولا توجد أي تفاهمات واضحة اللغاء التم لم يتم في الظلام هو أعلنت عنه والحرية والتغيير إنها تلقت دعوة من السفير السعودي للاجتماع بممثلين للمكون العسكري الإنقلابي حتى في البيانة الصدر قالت دعوة من المكون العسكري الإنقلابي برعاية سعودية أمريكية أوروبية وسنلتغي في بنزل السفير السعودي بغرض توضيح وجهة نظر قوة الحرية والتغيير للأزمة وللمتسبب فيها سنلتقي هذا إعلان أم أنكم التقيتم لا ماذا قبل لأنا قلت لك عشان كده أنا دايرة أجيب الإجابة دي بالتفاصيل عشان نعم عن في المزاعم البيت تتحدث عن إنه في تسويه والحرية والتغيير أي خطوة من 25 أكتوبر وحتى الآن كرست هذا التغليد طيب ما بتقدم على أي خطوة إلا تعلنها و بعد ذلك بتجي تطلع الرأي العام سواء عبر بيان أو عبر مؤتمر صحفي طيب اسمح لي فانتغت في بيت السفير السعودي بثلاثة من المجلس الإنقلابي وانتغلت من بيت السفير السعودي لدار حزب البعث العرب الاشتراكي وآلنت عن مؤتمر من خلال مؤتمر صحفي إنها 25 أكتوبر إنقلاب قطعت طريق أمام التحول السلمي الديمغراطي لا حل إلا بإسقاطه عبر الإرادة الشعبية طيب اسمح لي باش مهندس عادي الخرفة لأنه أنتك مباشرة لأمين نصر الدين أمين أهلا وسهلا بك مجددا اليوم عقدتم لك مع الآلية الثلاثية في إطار بحثها لإيجاد للأزمة السودانية ما هي الحلول التي طرحتها الآلية الثلاثية وهل توصلتم لتفاهمات لتمهيد الطريق أمام التوافق الوطني وتوحيد القوى السياسية المختلفة طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام وشير مرسلين تحية لك وإلا ضيوفك الكرام نفتكر بأنه الليلة جلسنا صحيمة الآلية السلاسية لكن جلسنا في إطار توقين على الإعلان السياسي بين التوافق الوطني الحرية والتقرى التوافق الوطني وكتلة الترتيبات الدستورية بقيادة ناس محمد وداعة والاتحاد الديمقراطي الأصلي وطرحنا للآلية السلاسية رؤيتنا في إطار موقفنا السياسي المعلن المعروف على توافق سياسي على مستوى حكومة الفترة الانتقالية والفترة الانتقالية ذاتة واختيار رئيس مجلس الوزراء أول قط السياسي بتاعنا طرحناه للآلية السلاسية طيب نعكد طيب حتى النقطة دي ما نمشي منها من خلال قربكم للسلطة والجهات العسكرية يعني يعني هل عندكم أخبار يعني من مصادر موثوقة أنهم جلسوا وتوصلوا إلى تفاهمات وتسوية وهل ترحت بهذا الأمر للآلية الثلاثية التي جلستم معها اليوم طيب نحن نأكد بأنه أي تسوية سياسية سناية ما بعدي لاستقرار الفترة الانتقالية ونحن مشروعنا السياسي ورؤيتنا السياسي بتختلف تماما وأنه يكون في توافق سياسي بين كل مكونات الشعب السوداني أو كل القوة السياسية معظم مواطم هذا كلام جميل لكن أريد أن أسألك حول مصدرك لمعلومة أن هناك تسوية والآن وصلت إلى نقاط ينفي أستاذ عادل خلف الله وجود هذه التسوية بشكل واضح ويقول بأنهم يرفضونها بشكل واضح وصريح وأنت تقول بأن هناك تسوية وصلت المشاهدة الآن أصبح في حيرة من أمره ما الذي يحدث يا أستاذ؟ نفتكر بأنه الأستاذ نفتكر بأنه ما في تسوية وما في لقاءة السناية لا نأكد بأنه في لقاءة السناية تمت ما بين الآلية الرباعية والإضافة للمكون الأسكري ونحن رفضين الفكرة تماما نحن هناك حرارة أقيرة طوافق الوطن رفضين الفكرة مع الأسكريين الفريدي والمعهم الألية الرباعية والمعهم الألية الرباعية نحن نفتكر بأنه هذا يعقد المشهد السياسي لا بد يكون هناك حل الحل المفترض يعني يفضي بعملية سياسية واستقرار للفترة الانتقالية يشارك فيه كل القوى السياسية مع هذا المطار الوطني وضع رويتنا وده مشروعنا السياسي وقاعدين يتكلم أنه من ندع السودان بعد ذلك الحرية والتقيير وقبل الجبحة السورية دي دي رؤية الحرية والتقيير طيب إذا كانت اتماع والتسياسية موجودة بالفعل أستاذ أمين نصر الدين برأيك لماذا لا تعلن عنها قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي طيب قبل اليوم برضو مجلس المركزي التقوا برضو في بيت السفير السعودي وهم رفضوا بعد ذلك المكون الأسكري الزحر للعلام قالوا بأنهم أعلنوا بعد ذلك لكنهم يعلنوا عن هذا قبل ما هم يعلنوا المكون الأسكري الأعلن وأنه جلسنا مع المجلس المركزي في بيت السفير وكذا 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 بعد ذلك المجلس المركز يطلعوا بيان وعكد الكلام ذلك للشعب السوداني دايما اللقاءات بيكون لقاءات زي ما قال في الظلام بعد ما يكشف على الأمر الواقي ويكشف على الرأي المجتمع السوداني بعد ذلك هم بطلعوا لحقا ببياناتهم بطلعوا لحقا بتصريحاتهم ومواطمراتهم والصحفي بأكدوا القبر طيب دعنا نعود إلى الآلية الثلاثية ما الذي خرجتم به من اجتماعكم مع الآلية الثلاثية لو سمحت لي في عجالة نحن قريتنا زي ما قد جدتنا ورؤيتنا بعد مع التوقيئ للإعلان السياسي بين الترتيبات الدستورية نسو حمد ودعا أكدنا أنا لا بد يكون في حوار السياسي يشمل كل القوة السياسية بالإضافة برضو أكدنا لأنه ضروري جدا بين الآلية الرباعية يضفلهم دولة مصر ودولة قطر بالإضافة للاتحاد الأوروبي ودولة جنوب السودان لأنه يضاف يكون قوة سياسية جديدة وإن دور للمشهد السياسي في السودان لا أود بهذا يكون في أبيناء بالإضافة لأمارات والسعودية وولايات المتحدة الأمريكية وخض وإضاف مصر يعني وسعته معه للمجتمع الدولي للمشاركة للمشاركة في الآلية الرباعية إضافة لهم دولة مصر خطر إضافة لهم موسل من الاتحاد الأوروبي كثير من أعضاء التوافق الوطني في لكاءات هنا في ذات البرنامج يتحدثون عن أنهم يعني يرفضون التدخلات الخارجية ما بين هذا وذا كيف يحتدل أو تعتدل الرؤية طيب نحن نفتكر بأن المحق السياسي هو التوافق بين القوة السياسية السودانية والحوار السوداني سوداني أما التدخلات القارجية لتسحيل العملية السياسية بين الفرقاء السودانية ما أكثر من ذلك دور عيات السياسية هذا هو كل الجديد الذي يحمله هذا اللقاء بالضبط كذا ليس هناك شيئا لا لا نخرج إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لهذاينا متابعة هذه الحلقة من دائرة الحادث والتي عنواناها للحديث تحت التسوية السياسية مستقبل الحرية وتغييره أهلا بكم مجدداً مشاهدين في هذه الحلقة والتي خصصنا للحديث حول التسوية السياسية التي تتحدث عنها جميع القوى السياسية في البلاد في هذه الفترة أستاذ بازرع انتهامات تصوب نحو حزب في مواجهة حزب الأمة القومي تقول بأن الحزب يسعى لإيجاد تسوية تعيد الشراكة بين المدنيين والعسكريين ومأكد ذلك الاتهام حديث رئيس الحزب الأمس الذي قال إن الجميع مشترك في الأزمة ويجب العودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين لماذا تدفعون خلف التسوية والعودة مجدداً للشراكة مع العسكريين هو حزب الأمة دائما تطلق على صفة تسوية التسوية دي عندها معنى محدد يعني اللي هو شنو اللي هو مثلاً إذا في طرفين مثلاً إذا أنا ماشي في الشارع وفي واحد صدمني يعني في العربية بيقوموا بيقول ليه يا أخي حنمشي لي ناس الإنشورانس مثلاً ولا نعمل تسوية يعني إحنا مع بعض طيب ممكن نعمل تسوية يقوم يدفع لك يعني وعساس إنه خلاص نمشي نصلي ع عربيتك وخلاص الموضوع ينتهي عليه كده لكن يعني باحتبار أنه في طرف غلطان وفي طرف يعني صحيح لكن العملية السياسية دي هي عملية بتاعة يعني المسألة الحرية والتغيير قالت شنو قالت أن إحنا مع الانتفاض الشعبية لإزالة الانقلاب بتاع 25 أكتوبر مش كده ومع المسألة بتاعة المجتمع الدولي ومع العملية برضو السياسية طبيعا كيف العملية السياسية العملية السياسية هي عملية بتاعة التفاوض للوصول للأهداف اللي عايزين نصليها نحن عبر الحوار الآن في تفاوض طيب عبر التفاوض التفاوض ما مرفوض طبعا يعني الآن في تفاوض الآن جاري أستاذ بازراء تفاوض بين منه بين الحرية والتغيير وأطراف في تفاوض بين الحرية والتغيير كمكون وفي تفاوض بين بعض المكونات من الحرية والتغيير مع أطراف أخرى أطراف أخرى زي مونين أطراف مثلا زي التراضي ديل بعض الأطراف يعني مثلا إحنا في حزب الأمة قعدنا مع المجموعة بتاعته التوافق الوطني جلسنا مع الاتحاد الديموقراطي وجلسنا مع الأساكر أيضا جلسنا مع كل الغوة المختلفة دي وتواصلنا حتى مع المجموعة العسكرية تواصلنا معهم لكن ده موقفنا إحنا كحزب وضرؤيتنا بنطرحها في الحرية والتغيير طيب كيف نقرأ حديث رئيس حزب البعثة الآن في هذا التوقيت وما الذي يدل عليه دويج هتنظره كحزب بطرحوها لكن في النهاية ما بتكون دويج هتنظر القرية والتغيير قال إنه لازم يعودوا للشراكة بين العسكريين والمدنيين كما قال في التصريح أقصد رئيس حزب الأمة هاي عفوا فيما طبعا بالتأكيد يعني التسوية لأقصد الشراكة العملية السياسية هيحصل فيها تفاوض ما هذا الطرف العساكر ديل هم اللي عملوا الإنقلاب وماسكين السلطة السلطة حيخطوها لنا في حتة كده يقنطروها يعني ونمشينا استليمها مثلا ما لابد منك تفاوض معش أن تتم عملية التسليم طيب حزب الأمة هل جلس مع العسكريين؟ فيه جلس قبل كده كان فيه جلوس مع العسكريين الآن في الوضع الراهنة الآن في هذا التوقيت لا في الفترة الأخيرة دي ما فيه جلوس يعني ما كان فيه لقاء يعني في الأيام الفاتت دي بين حزب الأمة والعسكريين كيف هايكون الشكل العملية السياسي والسلطة؟ شكل العملية السياسية طبعا السבע العملية السياسية ما بقت واضحة جدا فيه دستوري انتغالي تم التوافق عليه فيه شغلة سياسي عشان يكون فيه إعلان سياسي للمسألة دي إذا اكتملت المسائل دي وتم التوافق عليها خلاص بيقى شكل المسألة بتاعت العملية السياسية واضحة لكيف إنه الفترة الانتغالية تدار وكيف الأمور تمشي كده أنا متفاعل جدا في أنه إذا تم إنجاز الإعلان السياسي والتوافق عليه بين كل القوى المختلفة سواء كان المجلس المركزي أو الغير من القوى بتحت الثورة المفترض تكون جزء من الانتقال أنا أفتكر بالتم قبل أن أنتقل إلى باش مهندس عادل خلف الله حديث رئيس الحزب قال بأنهم يريدون العودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين هل هذا ما تسعون إليه؟ والله إليه خاضعة طبعا للتفاوض السياسي هي يعني هي هو السيء المطروح من قوى الحرية للتغيير ولقى قبول عشان كده أقول لك أنت مثلا كتير من المعلومات دي لأنه لعلام ذاته بيقى حاجة شعبية يعني أي زول بيقعد في بيته في تلفونه بتاعة بيكتب وما زي زمان يعني في وكالات محددة صحف محددة وكده ومصادر ومسائل زي دي السي أي زول ممكن أنا أقعد من التلفون بتاعة إذا أكتب أي كلام وبعد شو يمكن يتنشر في الجرائب تقصد شنو بأي كلاوسة بذلك يعني مثلا بتتقال معلومات هو زي حديثك الأسي حول أنه في تسوية والصحيفة الفلاة أنا كنا نتكلم عن تصريح متاع رئيس حزب الأمة تصريح رئيس حزب الأمة حول أنه في شراكة العودة للشراكة لما هي المطروحة الشي المطروح أنه سلطة مدنية كاملة ليست شراكة مع العسكري والجانب العسكري ما رافض حسب حسب ما هو مؤمن يعني يعني كنواية ما مرفوضة ما أنت يتكلم حميتي قبل شهرين ولو شهر المس كان جاي من الجينات يتكلم في المطار قال نحن عايزين نسلم السلطة دي كلها للمدنيين طيب البرهان ذاته الفريغ البرهان برضو يتكلم يتكلم من شهر سبعة حول أنه نحن نطلع من العملية السياسية طيب اسمح ليسوا صحيمة هي تصريحات ما اختبرت حقيقة حول أنه المسألة حتمشكت فهم انت اسف تتكلم ليه حول شراكة هو ما في طرف طارح هم دادهم العسكريين ما قالوا دادهم شراكة موافقين أنا عندي معلومات انه هم موافقين على سلطة مدنية كاملة مجلس سيادة مجلس وزراء كلها هتكون سلطة مدنية تصني سلطة يعني بشكل يعني بالضبط هم موافقين على ان السلطة تكون مدنية طيب اسمح ليه سيد بازرع انه انتقل انه انتقل الى عادل خلاف الله سيد عادل حال تمت التسوية يعني بين القوى السياسية المختلفة يعني الآن بما فيها الحرية والتغيير هل ستشارك يعني احزاب الحرية والتغيير في السلطة التنفيذية وتعيد تجربة الحكومة الثانية لرئيس الوزراء وكيف ستتم عملية التسليم هذه التي تحدث عنها بازرع وكلام تسليم السلطة انا زي ما بديت جبال قلت انه في ضخ مكسف لمشروع شرعنة الانقلاب وانغازه من السقوط الوشيك باسم التسوية وحديث غامض غير محدد التسوية ماذا تعني التسوية مع من من هم اطرافه و الكسافة الاعلامية دي كما تعلم كاعلامي بالتأكيد هناك دوافع من وراها الدافع الرئيسي الذي ظاهر لنا حتى الان هو ارباك الشارع الاعلنة العديد من مكوناته مع ذكرى اكتوبر العظيمة في 64 وبعد مرور عام من الفشل وتعميق الازمة الوطنية للانقلاب ببرامج بتاع تصعيد لهذه الزكرة واحد من المستهدفات الدخل المكسف لما يسمى بالتسوية هو محاولة ارباك الشارع وتخديره او نقله الى مرحلة تجاوزه وهي مرحلة الانتظار في حين انه الشارع قحراكه السوري وبعنفوان انطفاله من قبل من الستاذ خلفانه من قبل النظام من قبل فلوله من قبل الراعين الاغلمين والدوليين لمشروع انغاز الانقلاب باسم التسوية دي الاطراف الحقيقية البضخ بدليل انه انا قلت لك حتى الان ما في تصريح الجهود الدولية تسعى الى شرعنة الاجراءات التي حدثت في الخامس والعشرين التي تسميها انكلابا نعم كل الجهود الدولية والمبادرات الالية الثلاثية كل الجهود الدولية الان التي تصوب وتبحث عن حل الازمة تسعى الى ايجاد شرعية وهذا ما قلناه لفولكر وقلناه لباللباد وقلناهم لهما معا ميتمعين طيب حتى يعني نستفيد ونمرك بخلاصة استسعى الانتم تسعون الان لا تسعون للتسوية بالمفهوم الرائج انما تسعون الى تسليم السلطة نحن الحديث عن تسليم سلطة في غياب الانتفاضة والعسيانة المدني بيبقى خطوة سابغة لأوانا لن ندخل في اي نغاشات حول التسليم والتسلم الا في اطار الانتفاضة الشاملة واعلان الاضراب السياسي والعسيانة المدني ده بيجرد السلطة الغمعية من ادوات الغمع ويخلخلة كما حصل في اكتوبر وكما حصل في مارس ابريل وكما حصل في ابريل 2019 يعني ما حتى تسليم لن يحصل تسليم الا بعد تصعيد ده مش تصعيد ده لحظة حاسمة بين صلاة لما نعلن الاضراب السياسي والعسيانة المدني اجراءات التسليم والتسلم بيتم في المرحلة دي حفاظا على استغرار البلد حفاظا على وحدة مؤسسات الدولة وحفاظا على وحدة المؤسسة العسكرية اي حديث عن اجراءات وتفاصيل حكومة ورئيس وزراءة فلان ولا علان ومدة سنتين ولا ثلاثة وفاكزة وزير ده اغراغ للساحة بما ليس من اولويات اولوياتنا الآن نحشد اوسع ارادة شعبية في اطار اوسع جبهة تحضر للاضراب السياسي والعسيانة المدني عشان ما ننتزع السلطة من المكون الانقلاب طيب اسمح لي التجربة السودانية من نوفمبر لو سمحت اكمل الفكرة نوفمبر مايو الانغاز الانقلاب تجربة النضال الوطنة في السودان ما قعد نحنسه ولا قعد نفاوضه نغاومه لحد ما يتخلخل ويضعف وتشل اجهزة الغمعية واجهزة الدولة وينحاز اقسام منها للشارع تبدأ اجراءات التسليم والتسليم طيب اسمح لي لضيقة الزمن سيد امين نصر الدين يتحدث باش مهندس عادل خلوف الله عن ان الجهود الدولية التي تسعى الى ايصال الاطراف السودانية المختلفة الان الى عملية توافق واتفاق هي جهود تسعى الى شرعنة الاجراءات التي قام بها البرهان كما يصفها انقلابا ولم توصل الاطراف الى اتفاق وانتم جلستم اليوم مع الالية الثلاثية وهناك جهود ايضا نشطت في الايام الماضية للالية الرباعية كيف يمكن قراءة هذا الامر طيب بسم الله نحن مرة الثانية انا دارا قوشنو نرجع وراء لتسمية يوم 25 وعنه انقلاب اسكري نفتكر بانو دي اول حاجة توصيف قاطع انا مفتكر بانو دي فط نحن بنسميه فط شراكة وده حصل في السودان ثلاثة مرات الحزب الشوائي مستحضرين الزاكرة الحزب الشوائي جاء مع نيميري حصل فط شراكة نيميري شعل الحزب الشوائي كله قيادة الحزب الشوائي رمام في السجن من عدم فيه من عدمه سجنه من سجنه نفس الفكرة جاء تزاو الثمانين جاء امر البشر حصل شنون فك شراكتهم الشريعة المعروفة لدى الشارع السوداني في رمضان مع المؤتمر الشابي وشاء للمؤتمر الشابي كلهم بما فيهم الترابي رغمهم في السجون فك الشراكة ما بين الأسكر والإسلاميين جاء حصل الكلام تعالي في 2019 الحمم ذاته المجلس المركز ضيفك الكريم حمم شرعنه للأسكر وقومهم اتفاق وقومهم إعلان سياسي إعلان دستوري قسمهم الكيكة زي ما بقوله بالنص الوقت داقة نحن قلنا قارج الأملية السياسية حصل إن فضى الشراكة ما بين المجلس المركزي وبين الأسكر السجنوا منهم سجنوا والفقهم منهم فقهم أول حاجة سأصبحوا أنتم في مكانهم طيب نحن جئنا باتفاق سلام جئنا بمسودع وورنامج واضح جدا ما ترحل للشاب السوداني قبل يوم 25 نحن قاعدين نتقي بأنه لابد يكون في حوار لابد يكون في طوافق بين الأمن السياسي بين المكون السياسي كله وده الأربق المشهد السياسي قبل يوم 25 جاءت بمبادرة نكمل الفكرة جاءت بمبادرة رئيس المجلسة الوزراء حمدوق المبادرة الأولى ترفضت المبادرة الثانية ترفضت جاءت بأدد مبادرات ده يزبط لك بأنه في قلاف سياسي بين المدنيين كلهم طيب أشان نعود لموضوع طيب خلينا مش قدام اشان أكمل لك طيب الجهودة الدولية التي توصف بأنها الآن في هذا التوقيت كما ذكر باش مهندس عادي خلف الله بأنها تسعى إلى شرعنة الإنقلاب طيب ما دي إنها إنقاذ الإنقلاب طيب إنقاذهم مما هو فيه طيب أنا ضربت لك مثلا بأنه دفق شراكة وحصل في السودان ثلاث مرات طيب نحن أول حاجة نتعكد ونسبت بأنه دفق شراكة بين الأسكر والقوة السياسية نفتكر بأنه لشان يحصل إجماع وطني أو توافق وطني بالنسبة حندريد برسان بين القوة السياسية كلها في السودان صعبة جدا نفتكر بعد ذلك على الآلية السلاسية بالإضافة للآلية الرباعية بالإضافة لأن إحنا ضفنا لهم دولة مصر وخطر وجنوب السودان بالإضافة للاتحاد الأوروبي عليهم أن يضغطوا أكثر ليكونوا توافق حول حد أدنى لتكوين حكومة فترة انتقالية بمانداد معروف ويكون بعد ذلك الناس تمش لعملية ديمقراطية وتحول ديمقراطية هناك قبل الآن لهذه الجهود الدولية كيف يمكن أن تحقلك توافق طيب نحن الآن من يوم 25 للليلة نحن قاعدين ساعيين وضرعيتنا بأنه يكون يحصل توافق وطني بين كل القوة السياسية بعد ذلك يتم تشكيل حكومة كفاعات حكومة التنقراط يكون هناك حكومة المهم الناس تتراضوا تتفق ألو الآن سنة كامل ضيفك الكريم الشعب السوداني مؤاني الشعب السوداني الديقة الاقتصادية وصل حد زي ما أقول الذروة ننتظر اللي بيثاني لأنه يكون في توافق بالنسبة 100% ضي صعابة جدا يحصل وماذا ستفعلون الآن في قوة سياسية كبيرة جدا كويس متفك ورؤيتها متقارب مع بعض بأنه يكون في توافق ويكون في حكومة فترة انتقالية على العالية السياسية الحرية والتقيير التوافق مجموعات قدمت اطروحات وقدمت مبادلات التوافق الوطني واحدة ثم من التوافق الوطني أننا الآن بعد التكوين العالية لا أريدك أن تعدد لي هذه القوى التي ذكرتها أستاذ عمينا التوافق الوطني ومن التوافق الوطني نحن ذات والآن بالإضافة للإعلان السياسي تم توقيعه في الأسبوع الماضي أننا الآن ما نسمى محمد ويداع والاتحاد الديمقراطي الأصلي الاتحاد الديمقراطي الأصلي وحزب أمة الآن حزب أمة ذات ومعنا في القط ومعنا في رعوية أنه يكون في توافق وطني حزب الأمة القومي حزب الأمة القومي طيب دعني أن أكل هذه النقطة إلى حزب الأمة القومي أستاذ بازرع علي العمدة يعني هو ذكر بأن هناك قوى سياسية مختلفة الآن يعني يمكن أن تقود البلاد من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وقال بأنكم يعني معهم الآن في إيصال البلاد إلى هذه المرحلة وريدك أيضا إنقاذ البرهان وهذه المرحلة هذه الإجراءات التي بدأت في الخامسة وعشرين من أكتوبر في البداية يعني دعني يعني أول شيء موقف حزب الأمة طبعا واضح في خريطة الطريقة القدمة يعني منذ شهر ديسمبر الماضي يعني وهي فيها رؤية الحزب كله لكيفية الخروج من الأزمة اللي حصلت في السودان السياسية بعد انقلاب خمسة وعشرين أكتوبر الحاجة الثانية بالنسبة للمجتمع الدولي نحن طبعا بنرحل بأي اتصال أو أي علاقات مع المجتمع الدولي في الإطار الحميد ما في إطار الإطار الخبيث اللي هو الحميد في إطار التعاون والمصالح المشتركة وغيره وأسف قوة في المجتمع الدولي هي مع قصة التحول الديمقراطي في السودان وشغالين في إنه يساعدوا الناس في كيفية مزعة التحول وبالتجربة يعني طيلة السنتين بتاعت حمدوك لحد ما قبل 25 أكتوبر المجتمع الدولي قدم مساعدات وأبدأ قدر كبير من التعاون يعني مع شعب السودان ومع عملية التحول الديمقراطي في السودان فنحن أي حاجة مع أصدقاء أو أشقاء دوليين أو إقليميين فيها مصلحة للشعب السوداني نحن بغض نرفضه ولا بد بالتأكيد أن نحن ما حنكون جزيرة معزولة من العالم وناخد موقف كأننا نحن دولة في كوكب تاني يعني العالم كله بيقى في تواصل ويعني بيقى أشبه بقرية يعني طيب الجهود الدولية النشطة الآلية الثلاثية أيضا الآلية الرباعية التي تنشط أليست هذه الجهود الدولية تصوف في الإطار الحميد الذي تتحدث عنه أم لديكم أيضا تحفوظات تجاهها ما عندنا نحن تحفوظات يعني حول الرباعية ولا عندنا تحفوظات حول الثلاثية طيب ولا عندنا تحفوظات حول إنه لأنه الحرية والتغيير ذاتها من ضمن الأشياء وضعتها غير الانتفاضة دعم العمل الشعبي والانتفاضة والعمل السوري وكده وضعت مسألة بتاعت المجتمع الدولي ضمن الآليات بتاعة تنهال الانجلاب يعني أنا دار أقول شنو لأستاذة مين في عجال إذا سمعت إنه يعني الكلام اللي بتكلم حوله إنه يعني حصلت ثلاثة مرات فتشراكة في السودان أفتقدت تبرير أكثر من إنه مسألة حقيقية يعني الأخوان في اتفاق سلام جوبا كانوا جزء من الحكومة الانتقالية بتاعاتنا ذاتها كانوا موجودين ولما حصل الانجلاب هم للانجلاب فأنا أفتقد تبرير للمسألة أنا أفتقد الموقف الصحيح يعني هو الضمان لهم الضمان لأي اتفاقية سلام إنه تكون في سلطة ديمقراطية وسلطة مدنية في البلد عمل سنة 72 عمل سنة 25 كلها فشلت بسبب أن الأنظمة ديكتاتورية أنا لا أعرف لين نازل وقع في الخطأ ثاني عشان على الرغم من إنه نحن نفتكر إنه لابد يكون جزء من أي باحتبار نحن داعين لتوسيع قاعدة الانتقال نحن في حزب الأومة داعين لتوسيع قاعدة الانتقال إنه عساس إنه السياسات بتاعة أي حكومة انتقالية ساعية لتحول ديمقراطي عشان تنجح لابد من تكون القاعدة الاجتماعية والسياسية بتاعتها كبيرة وصلت لذيق زمن هذه الحلقة أستاذ باش مهندس سعاد الخلف الله في دقيقة إذا سمحت لي في ظل هذا الاختلاف الكبير الكوى السياسية وأيضا اختلاف المصطلحات في توصيف الأزمة أنها ليست تسوية كما ذكرتم وأنتم أيضا لديكم رأي واضح حول الجهود الدولية كيف يمكن الوصول إلى عملية توافق وإيصال الأطراف المختلفة إلى توافق أنا دائر أقول في أهمية أننا نسمي الأشياء بمسميات والأستاذ أمين حتى لا ينطبق عليه المثل التركي ولا المتورك غايد الإنقلاب نفسه في لغاء مع جريدة الحدث قال هم يتكلم عن إنقلاب دائرين ينهوه أنا ذاتي معهم دائرين الإنقلاب فالشخص الغوض الانتقال الديمقراطي وغوض الوسيقى الدستورية ومسميه إنقلاب يبقى من المستقرب لغوة وتتحدث عن تحول ودارة تجاوز الأزمة يسمي الأشياء بغير مساعدة هذا فيما يلي خمسة وعشرين وكتوبر هو إنقلاب البحثة الأممية في أكثر من خطاب له في الأمم المتحدة سماه إنقلاب الكونغرس في اجتماع اللجنة العلاقات الخاريية ضغطت على الإدارة الأمريكية كانت يسميه الاستحواز العسكري قالت الحصر في السودان في خمسة وعشرين وكتوبر إنقلاب اللي تريدش حقتنا الوطنية خمسة وعشرين وكتوبر إنقلاب لا مستقبل له لا يمثل الشعب السوداني ولا حل سياسي في إطاره مهما اتوسعت غاعدة المشاركين وصلت الانتهى الزمن له سمحت لي حتى على مستوى المسميات كيف يمكن أن تصل الأطراف السياسية المختلفة إلى عملية توافق واتفاق طيب أنا بكرر وقل صعب جدا القوى السياسية السودانية تتصل لاتفاق بالنسبة 100% بعدها للآلية السلاسية والآلية الرباعية والإضافة للمجتمع الدولي التي نحن ندفناه يتقطه في إجتار تشكيل حكومة فدر انتقالية تعبر بالبلد وتحدد مطلبات الفترة الانتقالية وتأسس لانتقابات وتحول الديمقراطية وبعد ذلك على الذين يرقبوا في التكميل أو يلحقوا بالآقارين فعليهم يصلوا زي ما قال الرن طيب القياد نعم وصدت القيادة بالموعدة التوافق الوطن الأستاذ أمين نصر الدين حمزة شكرا لك أشكرك أيضا الأستاذ بازرع علي العمدة عضو المكتب السياسي لحزب الأم شكرا لك شكرا جزيلا أشكرك باش مهندس عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل شكرا لك شكرا لك شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الحادث والتي خصصنا الحديث حول التسوية السياسية تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء شكرا لكم